السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نعود من جديد لأنها عقب صدور هذا البلاغ يعني الإخباري المشترك الموحد ديالنقبات الخمس الأكثر تمتيلية يعني يعكس بالملموس دكش اللي قلناه يؤكد بالملموس دكش اللي قلناه أن الملف المطلبي اللي وقعوا عليه النقبات الخمس في محضر الاتفاق ديال 18 جيناير 2022 مع الوزارة ومع يعني رئيس الحكومة يعني السيد شاكي بن موسى والسيد خنوش يعني راه ملف مطلبي موحد هداك الملف المطلبي الموحد اللي تيضم فقط 27 ملف 27 ملف هي اللي كين مكين زيادة مكين نقسان قال لك الزيادة وها من رأس لحمق يقوله ملين بكريب الزيادة من رأس لحمق نحن نتبعين لك شي ماشي هل تلعبون هل تلعبوش تلعبوش قلت لكم أنا 15 أكتوبر كان سيد شاكي بن موسى استقبل النقابات اكتر تمتيني نعود نأكدها انه استقبل جميع النقابات بلون استثناء حتى النقابة كانت فقدة تمتينية ديالا يعني استطل النقابات هل تستقبلهم هنا أن الملفات المطلبية اللي قدمتها كل النقابة خرج بوحد العصارة وحد التلخيص وحد الريزيمي ديال ملف مطلبي واحد وموحيد لي فيه فقط 27 ملف كانت أوجه الخلاف أن النظام الأساسي سينزج ذلك ابتداء من فاتح ينير 2022 23 هذه النقطة اللي كانت خلافية وبقاو حتى يعني تجاوزوا هذه النقطة الخلافية وأصبح يعني التازم ساكيب بن موسى باش النظام الأساسي يتنزل قبل نهاية الموسم الدراسي 2022 2021 2022 والشيء هو هذا الشيء اللي تعافقوا عليه وداروا لي المأساسة دياله وبرمجة الزمني دياله أن النظام الأساسي الجديد ستنزل قبل 31 سبعة 2022 22 شعاء واحدة 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 اللي بغيت يتوصل درجة درجة اللي بغيت يتوصل عذاك غطيح وتشد غريح والكنان مداخت لهم الحل لهم قعار في الكينين مداخت لهم ضحايا النظامين تقلبوا على كينة ضحايا النظامين وضحايا ضحايا النظامين وما طبقة من الضحايا تيلفو وضرب التليمون سير عند ذلك ديتوني العاصر هايقول لكم شكيف هايقول لكم شكيف يقلتوا التليفونات عندكم التليفونات عندكم زعريط عندكم لهم الكحر اللي يضربكم وعندكم هالكدو من فوقنا على الخواق الأمم تبنى برجالها وليس بنسائها واحتراماتي للنساء إنما الأمم تبنى برجالها وليس بنسائها عدنا مشكلة اللي عدنا عدنا أزمة ديل الزعامات بشي ديل القيادات ودي الزعامات قدنى الزعامات تقويلوا موحدين كانوا تعرفوا هاجوش غربة عطيهم جوج باجا وجوج غربة عطيهم جوج غربة متابعة الشريحة في والولائين قال لكم باغي ولي يجي يعرف إشكاين يجي سير يجي وسير كل ما عمروه بلاكتر ربعين تنعرفوهم كل ما عمروه دخل شي نقابة ولا شي ولا شي حزب متعرف الليف من عصاة الطبال كمتنقولو في العامل السياسي ولا النقابة ولا داكش كوبن هرجن بهاد الكالين مدركة داخت ليهم الحلوف قاعد في داك تتتتتتت ترسرق كنتو خوانا ما كاش يهمكم الميلف ما كنتوش متوحدين عليه كنتو كل واحد باغي غيبان كل واحد يقول لكم أنا أصال نقابة ديالي أنا غيية غجي تجيب الربحة وهم دلكم عاقلين قال عليكم كما وصلنا الوزير وزير بنفسه وقال لك تانعقابة ما قالت لي 2012 هذيك 10200 مل مستقل ملف مخالف ملف جديد إضافي لم يتم لم يسبق التطرق إليه نهائيا نهائيا وقال الوزير قال لك المصالح إدارية والنقابات لم يخبروني بأي متقاعدين قبل 2012 كل أخباراني بأن الملف بدمن 2012 وهذا يؤكد من تقولها بدمن 2012 فهو يؤكد بأن داك الملف مش لا يهم وضحايا الاختلالات 2003 و2025 ليس ضحايا النظامين هذا يؤكد بأن الملف تحط فعلا ولكن تحط على أساس لجنة القابعين في السلة من العاشرة ما يقدرش واحد يقول لكم هذه اللي كانوا تقولون من الزنزان العاشرة لي الله يلا خرجوا من الزنزان التسعود للزنزان العاشرة لأنهم أصلا هما يهدش اللي كانوا تديرو يعني دائما يخرجوا من ملف يدخلوا في ملف هذو دولك المتصر رائبين أولاد المحترامة لجيماية ما تنظرش اليوم اللي لقى من يأكل الكتفي يأكل مكين إشكال اللي قال لي جاب لي الله شيء اللي يسهل عليه لكنها تنقش بصفة عام اللي تي نقش كتار من ملفات ربعة ملفات ديرو علاش لانتع عرفوا كيف يش ديرو عرفوا كيفاش يبنون ملفات وهذي وقاد أمور دوس هذ شلي شوية يعني الآن تم الفرملة ديالو في هاد في هاد العهد ديال شاكيب بن موسى علاش شاكيب بن موسى دير الفرملة ديالو أصلا الحكومة كاملة أصلا جاية من أجل التدبير والتنزيل والتتبع والحكامة ويكون هذك شيء بيان لأن دكاكينا مرحلة انتقالية فيها انتقالية فيها إصلاحات كبيرة ما شيء غد تعليم فيها بالزب ديال الإصلاحات كل شيء قطاعات غد تم إصلاح دياله وغد ينتقلوا من يعني من تمركز إلى تمركز تاني ديال التوظيف الجياوي إلى آخيره وقين إصلاح ديال المنظومة التعليمية بما يتمشى مع التطورات ومع الأشياء اللي غدت حتى المستقبلان وحتى المغرب سيكون من الدول المتقدمة ومستقبلين إلى آخره فخص يكون واحد الجيل يسير العصور القديمة العصر ديال المستقبل نرى من من الفين وربعين الفين خمسين إلى آخره ولكن هاد الرؤية اللي دارو هما ديال الإصلاح ديال اللي هو تتمشي مع النمودي جتنموي ديميل فنتي آن ديميل ترون سين والمنظومة التعليمية اللي دار ترى دير الفيزيون ديال ديميل ترون ديميل كينز ديميل ترون هاد هاد الرؤية الآن منيجي شاك بن موسى غادي نزل النظام الأساسي الجديد ذاك الشي علاش اهتم اول حاجة باش يكون واحد الإصلاح وعندهم الرغبة بالإصلاح فعلا وعندهم الجدية انهم بدأوا بالعنصر البشري المشروع خمستعش ارتقاء بالعنصر البشري من بعد بدأوا تاني الإصلاح ديال البنيات البنيات و يعني المدارس الجماعاتية والنعقل والتطبيب والإطعام والمراكز ديال المعلمين سيب اير لونيس غدي عادة عادة تأهيل ديال ها الى آخير غادي غد تكون هناك أورش الآن العام ما عادش بين سبعة وثمانيات الأورش اللي غدي تنفذ خلال 22 كل حاجرة دير الوقت ديال إذا هذا الشيء علاش جاو وحلوا المشاكل ديال هال الملفات العالق باش يتفرغوا الإصلاح فعلا بعض النقابات را كينين 27 كين اللي جاب 47 إذا هذيك 20 ملف لفوق 27 را ما تتعني الوزارة وللحكومة تيج 47 ولكن احنا الوزير راست من عزل ودار الفرز ودار تصنيف ودار ترتيب حسب الحولية خرج 27 ملف كملف مطلبي موحد الجميع هذيك اللي عندها اللي جابت 47 ملف راها رضعت بهذا 27 ملف يعني را تنازلت على 20 ملف اللي كانت غير سردية وربما يقومون بالبناء ديالها في بعد ما يكملوا بعد هذي 27 بعد ما يكملوا 27 كين اللي جاب مثلا تاني 35 ملف 26 ملف كله وش جاب مهم جاب 21 جاب وقفه ملف مطلب الموحد اللي كان اللي تتوقع في المحضر الاتفاق 27 وعشرين ملف ملف يجب عليكم التواهب اللي كان اللي التزم بها رئيس الحكومة اللي كان اللي كان يجب عليك لك ستحل بش ما كان لأن من يجب دائما هو التدرج عن حل المشاكل بالتدرج لم يكن لديك عصا سحرية موسى عصا موسى موسى عندهم شي ورق على البوطن إيش على الضوء ما كان كان التدرج كان الإمكانيات حسب الإمكانيات رأي قال الوزير قال رئيس الحكومة ذلك حسب الإمكانيات وحسب وبالتدرج إذن اللي وافقوا عليه 27 ملف هات 27 ملف ملف كل شخص غديتحل بمراسيم تعديلية كان مراسيم تعديلية غديتخرج أبارتير ديال 36 2022 والآخر غديتخرج النظام الجديد النظام الأساسي الجديد كان اللي غدتعليج النظام الأساسي الجديد اللي تقريبا ما غيرتعداش 31 7 2022 لأن 31 7 22 رأي تمت تنتهي لإعداد ديال القانون المالي ديال 2023 اللي تيتعرض في المجال يعني بعد من التي تتحل البرلمان وافتتاح البرلمان في شهر أكتوبر بعد أكتوبر تبدأ تيتعرض للقانون المالي ولكن القانون المالي الإعداد ديال رأي يبدأ من شهر 3 تبدأ في مراحل تنتهي المرحلة ديال إذن هات 27 ميل سواء اللي ستدير بمراسيم تعديلية سواء اللي ستدير في داخل نظام الأساسي الجديد هات ستدخل في القانون كان اللي ستتعالج في 2022 وكان اللي ستتعالج في 2023 إذن لكي حاجة ومت هضروع لها بحل اللي جاب ومت يضروع لي إذن هات شي غدي يكون أظن أن الأمور دي ربست واضحة للعيان كيف حاجة ستكون من بعد 24 أما في المالية 2022 2023 23 فهما هات 27 اللي دغان بين 22 و 23 23 جاو تبارك الله من تيدور في استيفال الكارنافال دي 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 الاحلام الورضية احلام الورضية تقريبا و كل شي تبارك الله يعني تحل تلي المشاكل دي له وجاو تاني دي المناطق النائية تعويض عن المناطق النائية يجيب زمع كين راغ باقين غدي ينزلو دي 19 تيفاق 19 و 26 أبريل 2011 وتذكروا التعويض عن المناطق النائية لهذه المناطق النائية اللي كان اتفاق دير وراه كان من 2009 تقريبا كل شي دربة بتطم أنا بدروا لك شي حاجة غير قابلة للتنفيذ تقول لك المناطق النائية ومن لا بالأخر يجي يقول لك ويقول لك هذة المناطق النائية هذة المناطق النائية هذة المناطق النائية سيكون داخل النظام الأساسي الجديد سيكون تحفيز إلى آخر فهذه تعويضات تكون هناك إحدى تعويضات عن التنقل لأن لا يعقل واحد خدام في المدينة أحد داره لخير وبيخير واحد خدام في البادية وتتنقل 50 إلى 60 كولومية أو 100 كولومية وتأتي يوميا وتأخذ نفس الأجر إذن هذك التي تدبلاس كما جميع القطاعات الأخرى تتعطي بريم دو دي بلاس مو بالنسبة الناس التي تدبلاس مو التي تدبلاس أبعاد على المقر دي العامل المناطق النائية الكلمات المتجاوز التقليدية مناطق النائية تعويض المناطق النائية سعود عشر تسعة عشر شكون تأتي مال استافد دو الفين وداش خيط الميل في دي نحن دي المتقاعدين إلى غاية الفين وداش بنالك ما احنا ومال يجي تنصف دو كل اللي جنو عن اللي سرق لنا الترقية دي نحن هما اللي عاود تنين ينصف في 2011 2019 2012 حيط الميل بديا نحن في 2011 2012 جاب نكيران قال لي تبقاش ترقية بالأخضر الرجعي وكونوا اللجناء في 2012 هذي شارج قال لك الميل فتحط في 2012 كل شي قال لي 2012 قال لي 2012 لأن قانوا هذي سعاد اللجنة سلام العاشر زنزان العاشر قاب عين بسلام العاشر وشدوه على أساس المزاولين متقاعدين بقاش عندهم الحق إذن الميلف متحل تل 2000 و19 26 جوا إذن فقط خص خص المزاولين والمتقاعدين من 2019 فقدت هما لديهم الحق وبما أن نزل توق 2016 بأطار الرجعي ولا تقول عن ذلك ترقية بأطار رجعي مش دي المزاولين مش جوش تفلو على الوزير تقول لي 2016 ترقية دي المزاولين من 2016 هذه ترقية بأطار رجعي المتقاعدين والمقفلين على التقاعد المزاولين سيبدأ من 26 جوا 2019 تاريخ النصر للمرسوم كما هو معمول به كيف جرت هذا الاستثناء هنا ومن بعد عودت تاني هبطت تاني 2012 ميدرت أرون جمون تاني ودخل الناس ودخلت وعرضت أنتم مش كون للدخل وهبطت تاني 2012 تم ما في نغير ثوق وهذو كلي كانوا مقصيين من مقتدايات من 2012 2015 رديتهم من الفئة الأولى للمتقاعدين ولكن فقط المتقاعدين حسبتوا غير المتقاعدين بالسلم العاشر وما احتسبتوا المتقاعدين بالسلم التاسع لأنكم درتوا المزاولون من 2016 في حين من 2016 رأم متقاعدون ومقلوا التقاعد وبدلتون بالمزاولين ولكن درتوا فقط المرتبون حاليا غير المرتبين بالسلم العاشر المرتبين بالتاسع ما درتون حييتهم علش أن هذا الملف لا يهم ضحايا النظامين لا من قريب ولا من بعيد لا تحل على أساس ضحايا النظامين لا من قريب ولا من بعيد تحل على أساس ضحايا الزنزانة العاشرة تحل على أساس لجنة القابعين في السلام العاشر لا تحل على مكان صحاب المتقيني في السلام العاشر تاسح ومن يجسي الوزير أستغرب لأنه كنتم قلتولي كل شيء راما بقاش واحد في التاسع تقاعد في التاسع ولكن المينيجا ولقى اللوائح لأن اللوائح الأصلي الأولى وهم ضحية المادة من 12 لكان خلصهم يدوزوا بالمادة من 12 يعني ب 15 سنة أقدامي عامة وفقط ب 6 سنوات من التاسع للعاشر لأن التاسع هو اللي دار في طوال انقيراد مش العاشر إذن مني خلصتي يدوزوا هذا خلصتي يكمل التاسع اللي تدوزوا للعاشر ثم اغبرتوا على هذا الصحاب التاسع قلتوا لي التاسع ما بقاش لتقاعد بالتاسع ما بقاش كينينش هما رهما الأصل هما اللي كان خلصهم يدوزوا بالمادة 12 هما اللي على أساسهم في 2003 دار السلن التاسع في طوال انقيراد وتعطيتهم المادة 112 بس يسرعوا الترقيات ديالهم علاش لأنهم كانوا تضروا من نظام الاساسي 85 و95 وكل شيء تكشي اللي ذكرت سباب ومسببات اللي ذكرت في فيديوهات من السابقة إذا كان هدوما السلن التاسع اللي دار في طوال انقيراد بسيء العاشر العاشر يلا دابا في النظام الاساسي الجديد غد يتوضع في طوال انقيراد نظام الاساسي 2003 التاسع والي دار في طوال انقيراد وبالتالي اللي تقاعدوا بالتاسع مدى زود العاشر هما اللي ضحايا هذا النظام ديال 2003 أما السلن العاشر السلن العاشر فهو يلا غد يدار في النظام الاساسي الجديد في طوال انقيراد وذلك الشيء على اشتيطاء البوق وباش هذيك المادة 112 المقتدية الانتقالية ديالة واللي في النظام الاساسي الجديد وتبقى العمل بالمادة 115 112 من أجل تسرع الطرقي من العاشر إلى الحادي عاشر لأن العاشر يدار في طوال انقيراد في هذا النظام الاساسي الجديد وبالتالي فهذا النظام الاساسي المرسوم جول 19.540 كان جائرا كان يعني تفيئيا كان ظالما لم يكن يستهدف الفئة التي كانت هي هي التي ضحية للنظام الاساسي في 2003 وضحية للاختلالات والنواق في النظام الاساسي في 2003 وضحية للمادة 112 التي توجدت في 2012 من أجلها تقيدت بها وخرجت باش تسرع الطرقية ديالة ورغم ذلك ما ترقيتش بها تقيدت خرجت الأسماء باش يترقعوا أكثر من ثلاثة سنوات ويتطبقوا في مكوطة ويتقاعدوا بالتاسع هذوك اللي تقاعدوا بالتاسع اللي ما داجوش وكانت سلم تاسع في طور الانقراد هذوك هم الضحايا الأصليين ديالاختلال بالنظام الاساسي 2003 هذوك هم ما علاش اعتارفوا بالمظلومية ديالضحايا النظامين باش يترقاها ترقاها هذالفئة لتقاعدوا بالتاسع لأنه ما كانش خصوم يتقاعدوا بالتاسع مدام جاتهم المادة من يوطناع الترقية الثنية وهذاك السلم تاسع هو اللي تقاعدوا بالتاسع هو اللي كان معني رديتوا اللي متقاعد بالعاشر هو اللي معني ومن يجتون مرسوم جوز 19-504 نصفتوا وحليتوا المشكل على أساس القابعين في السلم العاشر واحتسبتوا فقط المتقاعدين من السلم العاشر ذاك سألش تقولوا الترقية إلى السلم الحادي عشر في حين أن السلم التاسع هو اللي تقدر في تقويرها ليس العاشر اللي تقدر في تقويرها العاشر يلا في هذا النظام الأساس الجديد يلا سيقدر في توري الانقيرات إذن هاد ضحايا النظامين وهاد ضحايا هادوك ضحايا الضحايا غسلتوا هادو اللي تقاعدوا من 2012-2018 وترقاوا هادوك غسلتوا لأن القرار اللي بنعليه السيد أمزازي القرار دياله اللي تنزل من المرسوم جوز ساعتاش خمسمية وربعة كان مبني على مغالطات على معطايات وحيتيات خاطئة باطلة وبالتالي في النظام في المرسوم جوز ساعتاش خمسمية وربعة كان باطلا وجميع الترقيات والمستحقات اللي ترتبط عليه فهي باطلة ويجبوا يرجعوا إلى الخزينة العامة وحتى اللي ترقا خاصوا يرجع في الوقت اللي انتم ما باقين دلقات تدافعوا عليهم تقولوا يعني اللي استكملوا اللي ما استكملش اللي استكملش صنديزيستيماسيون أحلام ليا قادة ربما تكون من هنا عام كحور ولكن من بعد الفين وارو وعشرين لكن في العمر باقية أما الآن سبعة وعشرين هي اللي كهنا والناس اللي كانوا ضحايا الفعليين ديال الاختلالات ديال النظام السلسوم خصصا اللي تقعدوا بالسلم التاسع الضحايا الزيزانة التاسعة ضحايا المادة مية واثماش ضحايا الكوط اللي عين المادة عدو تسعين ضحايا المادة مية وخمسطاعش اللي ما استفدوش منها وجهت من أجلهم هذوما الأوائل وإن لم تستحي ففعلنا أما هاتش اللي جابوهما الآن فهي تدخل في أجندة أحلام اليقانة قد تتحقق منها بعض الأشياء ولكن فقد سبق السيف العدل قد سبق السيف العدل إذن 27 ملف التي تتفقوا عليه أو ما عارفين هم ملكينين تي سي دو ملف ملكين فقط كانت شيئا ستكون كما كانوا ندروا الاتفاق الـ 25 أبريل 2019 وبدأوا خارج أنت يقول لك عن تنائية تولاتية الريضاك هذي وما هذي وما عارف أنت هجم ما ستكون الهدنة اتفاق 18 ينير 2022 ما حضر الاتفاق المرحلي أنت يقول لك مبدائي سافي 27 طافقوا عليها وارضوا بها وملف مطلبي واحد ودالي عن ذلك رأوا لو تديروا هم داروا يعني بلاغ إخباري واحد وموحد إذا انتهى الكلام والعم لأن الشي هاجة ستنفذ ممكن هدروا على العام الجاي ولكن ستنفذ ممكن شي حاجة اللي غدتنفذ قبل من 2023 27 ملف قطية اللي غدتنفذ لسي ل 2023 في الفينانس لوض الفينانس ديال 2023 كين اشي هاجة غدتكون 2024 لأنه قالك حسب الإمكان وتأخنج قالك حسب الإمكان وبالتدرج والإصلاح اللي دار دابا المرحلي الإصلاح المرحلي اللي كين تاني دابا روا 2022 2026 رغم أن الرؤية رفا 2030 وأي داك رأي كنت بداك هالل آخرين كما السردية وتبع السردية وكين ضحايا وضحايا النظامين ضحايا الضحايا وكين ما طبق من الضحايا وحلل وناقش وكين تبع من الأول لا تعرف شكين 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 ويعلم الله شكين يا الله تبارك الله عليكم شوفكم في فيديو آخر تشاو ليكي ليكي ها ها اشتركوا في القناة شكرا